رفض مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتن خطة أوروبية لوضع آلية سداد خاصة بهدف الالتفاف على العقوبات الأمريكية على مبيعات النفط الإيرانية وضغط على نظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين المصارف سوفت لإعادة النظر في التعامل مع إيران بينما انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نظام الدفع المقترح من الاتحاد الأوروبي لتمكين التجارة مع إيران على الرغم من عقوبات واشنطن حيث تسعى بروكسل لإنقاذ الاتفاقية النووية المبرمة عام 2015 كانت الدول التي لا تزال في الاتفاق وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيران قد قالت في بيان بعد اجتماع لها الاثنين الماضي إنها عازمة على تطوير آلية سداد لمواصلة التجارة مع إيران على الرغم من شك عدد من الدبلوماسيين في إمكان حدوث ذلك وقال الدبلوماسيون أوروبيون إن فكرة آلية محددة الغرض تهدف إلى إنشاء نظام مقايضة يشبه الذي استخدمه الاتحاد السوفيتي في الحرب الباردة لمقايضة سلع أوروبية بالنفط الإيراني من دون استخدام النقود وهذا ما يعني أنه إذا باعت إيران إسبانيا نفطا مثلا وباعت ألمانيا طهران أجهزة ما فإن عائدات الشحنة النفطية تستخدم في دفع المبلغ المترتب للشركة الألمانية وقال مصدر دبلوماسي فرنسي ستكون هناك غرفة للمقاصة تتحقق من أن قيمة السلع المصدرة وتلك المستوردة من إيران يعوض بعضها بعضا وهذه الألية تحصن المشترين والبائعين عبر تجنب صفقات بالدولار يمكن أن تفتح الباب لعقوبات أمريكية وأضاف أن النفط هو المقابل الوحيد الذي يمكن أن تقدمه إيران والألية تسمح باستخدام عائدات النفط لاستيراد سلع